ساعات بنسمع بعض الأئمة بيغلط كده في كلمة الضاد أو في حرف الضاد في الضالين بقول ولا الضالين بسمحها بتخش وداني كده ولا الضالين ببتخض الصلاة باطلة كده ولي ده قالت الضالين ما قالش الضالين فده الإمام صلاته صحيح وصلي وراه ولا ما ينفعش بص يا جماعة يجب طبعا على الإمام والمأموم أن ينطق الحرف من مخرجه بطريقة صحيحة الضاد ضاد والضاء ضاء والدال دال والثاء ثاء ده لازم طيب العلماء تسامحوا في موضوع أن يبدل الضاد ضاء ليه لقرب المخرج مخرج الضاد والضاء ريبين من بعض والأن هم متشابهين فالعلماء من فقههم ودراساتهم للعلم الشرعي وجدوا أن الأمر عشان متقارب فيتسامح فيه فلو قال ولا الضالين مش ولا الضالين بشكل واضح دخل شوية حرف الضاء أو قالها بدل ما يقول الضاد قالها ضاء عشان مش عارف ومتقول سانو تعود فهذا صلاته صحيحة وصلاتك وراه صلاة صحيحة والحمد لله مش باطلة ولا حاجة لكن حاول تعود نفسك دائما أن تنطق الحروف من مخارجها الصحيحة دعم الفيديو بشيره عليكم من شرف القناة شوفكم المرة الجاة والسلام عليكم